مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب يقول الكتاب المقدس لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الرقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه رسالة بوليس الرسول الأولى إلى أهل التسالونيكي الأصحاح الرابع والآية 14 على رجاء القيامة يغادر أعلمنا بالجسد اليوم الآب المبارك القص مكاري يونان كاهن الكنيسة الملقصية الكبرى بالأسبكية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 سنة وبعد خدمة كهنوتية لأكتر من 45 عاما ويز تحتفل قناة الحياة بكل خدامها بحياة رجل من رجال الله القدسين فإنها تصلي أن يرسل الله تعزيته الوفيرة لعائلته المحبوبة ولقداسة البابا توادروس الثاني ولنيافة الأنبى رفؤيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة ولمجمع كهنة القطاع ولكل شعب الرب في كل مكان سيبقى الآب مكاري يونان حاضرا معنا بكل عذاته وترانيمه الباقية إلى كل الأجيال حتى يأتي شخص الرب يسوع المسيح مرة تانية بنعزي كل الأسرة ونعزي أيضا كل شعب الرب في كل مكان والرب قريب يعتبر التجسد الإلهي من أهم العقائد المسيحية لأن التجسد الإلهي بيؤكد لنا من هو يسوع المسيح من هذا الشخص الذي أتى إلى علمنا وعاش بيننا وكان يقول ويصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس من هذا الشخص الذي كان يعلم وليس كمثله من المعلمين الذي كان يعلن عن نفسه إعلانات لا يمكن لإنسان أن يعلنها عن نفسه من هذا الذي يقول عن نفسه أنا هو نور العالم؟ أنا هو خبز الحياة؟ أنا هو الباب؟ أنا هو الطريق؟ أنا هو القيامة والحياة؟ أنا هو الكرمة؟ من هو هذا الشخص الذي دعا الجموع لكي تؤمن به؟ من هو هذا الشخص الذي دعا الجموع لكي ترتاح بالإيمان به؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم أن التجسد الإلهي يؤكد لنا طبيعة المسيح ولاهوته المسلم يؤمن كما يؤمن المسيحي بالميلاد العذراوي لكنه يرفض أن يقبل أن الكلمة الأزلي صار إنسانا وحل بيننا ولهذا يحاول المسلمون في كل مكان أن يتعنوا في مصداقية هذه العقيدة ويحاولوا أيضا أن يتعنوا في مصداقية الأنجيل ومصداقية العهد الجديد للدرجة أنه ممكن يوصل لأحد أن يقول أن بولس الرسول لم يعلم عن عقيدة التجسد ولا حتى عن الثلوس الأقدس لأجل هذا موضوع حلقتنا اليوم هو عندما صار الله إنسانا التجسد الإلهي في تعاليم الرسول بولس عندما صار الله إنسانا يدعي البعض أن بولس الرسول هو مؤسس المسيحي وأنه هو الذي وضع العقائد الأساسية للإيمان المسيحي وطبعا هذا مفهوم خاطئ ومفهوم يتعارض مع ما يعلنه التاريخ وما يتعلنه الكنيسة منذ أن بدأت في يوم الخمسين اسمع الفيديو اللي فيه بينادي أحدهم بأن بولس الرسول هو مؤسس المسيحية ناخد الفيديو الأول لكي ما نستمع إلى هذا الإدعاء الذي ليس له أي سند تاريخي على الإطلاق ذلك قلنا سابقا أن بولس هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية حسب العقائد التي وضعها الآباء في عصر المجامع فالآباء في عصر المجامع سلكوا نفس مسلك بولس أو بالأحرى قاموا بتطوير العقائد التي أسسها بولس والمسيحي طبعا فكرة تطوير العقيدة دي فكرة جاية من داروين اللي بيؤمن بالتطور أن كل حاجة بتبدأ صغيرة ثم تتطور إلى شكلها النهائي طبعا هذا الطعن في الإيمان المسيحي ليس له أي سنة تاريخي فبولس الرسول في تعليمه كلها نجد أن هذه التعليمة التي نادى بها رسول بولس موجودة أساسا في الأناجيل الأربعة لكن نكمل نستمع للفيديو سهى بولس والمسيحيون الذين اختاروا الكتب المقدسة التي تعبر عن عقائدهم قاموا باختيار الأناجيل المتسقة والمتفقة تماما مع عقائد بولس يعني إحنا اختارنا معاكم مرات تقول لنا الأناجيل لا تقدم تعليم عن لهوت المسيح وتحاولوا تفسروا كلمات المسيح وتحاولوا تفسروا تعليم الأناجيل على أنها لا تقدم ولا تعلم عن لهوت المسيح وبعدين تقولوا أن بولس هو الذي أسس المسيحية ودلوقتي تيجي تقول لي أن الكنيسة خدت الأناجيل التي تتناسب مع تعليم بولس يعني أنت بتسمع لنفسك بتسمع لنفسك بتسمع لنفسكم وإنتوا بتقدموا نقد للمسيحية كيف للكنيسة أن تختار التعليم التي تتناسب مع بوليس وفي نفس الوقت أنت بتنادي بأن الأنجيل لا تعلم عن لهوت المسيح طبعا الأنجيل بتعلم عن لهوت المسيح بصورة واضحة جدا وإذا لم يكن هناك رسائل للرسول بوليس أو رسائل أخرى في العهد الجديد فيكفينا الأنجيل وكان عندنا بس الأنجيل هنصل إلى نفس الحقيقة اللي بنؤمن بيها أن المسيح هو كلمة الله الأزلي الذي صار في الجسد لكن الغريبة مع أن التجسد الإلهي معلن في الأنجيل وبوليس الرسول أيضا تكلم عن التجسد الإلهي في أكثر من نص كتابي لكن نفس الداعية يظهر ويقول بصوت عالي أن بوليس الرسول لم يعلم عن التجسد بوليس الرسول لم يعلم عن التجسد شوف الفيديو التاني ونرجع نعلق عليه وهكذا نؤكد على أن بوليس لم يعلم أبداً بعقيلة التجسد وهكذا نؤكد دي لغة التعظيم يعني هو بيكلم عن نفسه بلغة التعظيم نحن أوكي ماشي وهكذا نؤكد على أن بوليس لم يعلم أبداً بعقيلة التجسد وهكذا نؤكد على أن بولس لم يعلم أبداً بعقيدة التجسد طيب بولس لم يعلم بعقيدة التجسد طبعاً حضراتكم يعني مظلومين زي ما أي حد بيسمع هذه التعليقات وبيصدم لكن هو راح لنص من النصوص المهمة جداً في العهد الجديد والنصوص اللي لا يختلف عليها أحد أنها تتحدث عن التجسد وعن الحالة التي كان عليها يسوع ثم الحالة التي صار عليها يسوع ثم ما بعد القيامة وحاول أنه يعني يطعن في هذا النص وهو فيليبي أصحاح 2 سوري فيليبي أصحاح 2 والأعداد من 6 إلى 11 خلينا أبص حضرتكم على هذا الإدعاء يقول المدعي أولاً أن بولس الرسول لم يعلم على عقيدة التجسد بحسب المفهوم المسيح للعقيدة نحن عندنا مفهوم واحد مسيح للعقيدة أن الكلمة يسوع المسيح الإبن الأزلي صارة إنسانة اتحدى بطبيعة إنسانية كما يدعي أيضاً أن النص المذكور في فيليبي 2 ومن الآيات 6 إلى 11 لا يتحدث لا يتحدث لا عن لهوت المسيح ولا عن التجسد طيب عشان أوضح أكتر لازم نقرأ النص مش كل الناس اللي بتسمعنا بتبقى عارفة النص الكتابي فخلينا نحط النص قدام حضرتكم ونقرأ هذا النص الكتابي بولس الرسول حابب يقدم للمؤمنين في فيليبي درسة عن الاتضاع درسة عن حياة التواضعة درسة عن أن أنت تترك وتتنازل وتكون لأخيك في سلوكياتك وفي حياتك متضعاً فبيقول لهم فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع يبقى هنا هيكلمهم عن يسوع المسيح وعن فكر يسوع المسيح وعن حياة يسوع المسيح ماله بقى الذي إسكان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله يعني لم يحسب معادلة لله شيء يعني سوب ريفليج أنه يتمسك به لكنه أخلى نفسه آخذاً سورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاه حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضاً وعطاه إسماً فوق كل إسم لكي تكثوا بإسم يسوع كل ركبة من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب هذا النص في أساسه يعتبر ترنيمة هم من الترنيمات القديمة التي كانت ترنمها الكنيسة الأولى وغالبية علماء العهد الجديد بيعتقدوا أن بوليس الرسول اقتبس هذه الترنيمة ووضعها هنا وقدمها للمؤمنين على أن تكون فعلاً مثال لحياة التواضع والاتضاع لكي ما يتعلمه من سيدهم الذي إسكان في سورة الله لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخذاً سورة عبد الذي إسكان في سورة الله طبعاً علشان يطعن في هذا النص هيحاول يهرب من حاجات كثيرة فيه ويحاول يفسر النص بالطريقة التي تناسبه كويس فنشوف الفيديو رقم ثلاثة وهو بيحاول يقرأ هذا النص ويقول لنا يعني إيه الذي إسكان في سورة الله وهنشوف إحنا يعني إيه الذي إسكان في سورة الله ممكن ناخد الفيديو بوليس يقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله المسيح في سورة الله أو على سورة الله والله خلق الإنسان على سورته كأن بوليس يقول رغم أن المسيح في هذه المكانة العظيمة هو في سورة الله أو على سورة الله ولكن هذا لا يعني أنه الله لكن هذا يعني أن المسيح في مكانة عظيمة على ما يبدو من كلام بوليس بوليس يقول رغم أن المسيح في هذه المكانة العظيمة إلا أنه لم يحسب ولو خلصة أن يكون معادلاً لله طيب المسيح في مكانة عظيمة ده اللي هو بيفسره وإنه رجع إلى سفر التكوين رجع إلى سفر التكوين لما سفر التكوين بيكلمني في أصح 1 وفي عدد 26 و27 إنه وقال الله نخلق الإنسان على صورتنا وعلى شبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل دبيب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته بيقول إنه صورة الله زي ما ربنا خلق آدم على صورة الله وآدم قبل السقوط كان على صورة الله وله مكانة عظيمة فكذلك أيضا المسيح مخلوق على صورة الله بمعنى أنه له مكانة عظيمة وأنه يعني في مكانة أسمى من البشر فآدم أو المسيح كآدم المسيح كآدم الذي إسكان في صورة الله وهو حاول إنه يرجع إلى الكلمة اليوناني إنه يطعن في لهوت المسيح بيعمل إيه؟ بيقولنا إنه صورة الله دي تعني لا تعني أنه لهوت صورة الله دي تعني أنه مخلوق زي آدم على صورة الله وإنه كلمة مورفي لا تشير إلى الطبيعة الإلهية لكنها تشير إلى المظهر الخارجي خلونا نسمع ده أوديو أوديو لي وهو بيقدم تحليل لا للنص اللي موجود فيه في لبي اتنين نسمع الأوديو الأولاني عن مورفي ممكن نسمع طيب عندنا مشكلة في الصوت طيب خليني أكمل لحضراتكم وبعدين نعب بالا ما يجهز إنه يقول المدعي إنه عبارة الذي إسكان في صورة الله تعني أن المسيح كان على الحالة التي كان عليها آدم قبل الخطيئة يعني لما يقول لنا الذي إسكان في صورة الله معناها إنه كان على الحالة التي كان عليها آدم قبل السقوط وقبل الخطيئة فالمسيح كان في مكان عظيمة مثله مثل آدم لهذا فالعبارة لا تتحدث عن أن المسيح هو الله ولا تثبت لهوت المسيح ولا تثبت لهوت المسيح وده بيأكد لنا في الفيديو رقم أربعة ناخد الفيديو بلاش الأوديو لو الأوديو عندنا في مشكلة ناخد الفيديو رقم أربعة لما بيكلمنا عن أن المسيح قلق على نفس حالة آدم وكأن بوليس يقول أن المسيح عليه السلام في الحالة التي كان عليها آدم قبل الخطيئة وقبل الأكل من الشجرة المحرمة وهذه أعلى مكانة يمكن أن يكون عليها مخلوق وهذا أيضا يتضح من خلال النصوص الموجودة في بداية الرسالة إلى العبرانيين ونحن نعلم أن هذه الرسالة لم يكتبها بوليس لكن الفكر متشابه كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاح الأول العدد السادس يقول وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله طيب هو طبعا هرب من عبرانيين واحد وبالأخص من عدد واحد إلى عدد ثلاثة واربعة وراح إلى عدد ستة لكن هنتكلم إحنا عن الجزء ده طيب يبقى هنا محاولته أن يقول لنا أنه على سورة الله لا تعني اللهوت وبالتالي ما فيش هنا تجسد النص ده ما بيكلمش عن التجسد النص ده بيكلم عن حالة المسيح كأنه الكائن أو الشخص الموجود على حالة ليس فيها خطية مثله مثل آدم قبل السقود طيب إيه بقى الاعتراض على التفسير ده والتفسير ده طبعا عايز أقول لكم أنه آه في بعض المفسرين الليبرالز بيروحوا الاتجاه ده لكن هناك ردود كتير جدا على هذا النوع من التفسير النقطة الأساسية الاعتراض الأول النقطة الأساسية والجوهرية في النص النقطة الأساسية والجوهرية في النص هي الاتضاع هي الاتضاع فرسول بوليس يريد أن يقدم للمؤمنين مثال يحتاذ به عن الاتضاع الذي إسكان في سورة الله إذا هو في حالة آدم وبعدين أخلى نفسه ويس أين هو الاتضاع؟ يعني هو كان في حالة من البر وبعدين نزل إلى حالة من إيه؟ فين الاتضاع في النقطة هنا؟ لكن إذ كان في سورة الله أساسها بيكلم عن طبيعة المسيح وعن لهوته أنه كان مساويا لله فالتشابه هنا مش موجود في فكر الرسول بوليس بين المسيح وآدم آه في نصوص بوليس الرسول قارن فيها بين المسيح وآدم زي ما موجود عندي في روميا خمسة وغيره أنه زي ما بالخطية بخطية الواحد أيضا ببر الواحد ده موجود لكن في النص دوًا آدم مش موجود وآدم مش في فكر رسول بوليس نهائي الحاجة الثانية المسيح له كل المجد عاشها حياة الاتضاع وفي مجيئه وتجسده وحياته وحتى صلبه سورة حقيقية لمعنى الاتضاع أخذ كمان يقول لنا الرسول بوليس أن حياة الاتضاع عند المسيح لخصها في كلمة واحدة أخلى نفسه آخذا سورة عبد تنازل وترك فما الذي تنازل عنه وما الذي تركه وما الذي أخلى نفسه وهنا بندخل على نظرية الكينوسيس أو الإخلاء يعني أخلى نفسه ورسول بوليس بيحط لي ثلاث درجات للإخلاء أخلى نفسه آخذا سورة عبد سايرا في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاعه حتى الموت موت الصليب ده ده المعنى الحقيقي لا توجد هنا مقارنة أو تشابه ما بين آدم وما بين المسيح أخذ الأوديو الأوديو جاهز وأرجع أعلى عليه مش مجرد هيئة خارجية أو سورة في حزب ولكنها سورة بتعبر عما بداخله كويس يبقى المرفي ليست مجرد سورة بس خارجية لكنها سورة بتعكس ما في داخل الشخص كمل فيبقى النص بيقول الذي إذ كان في سورة الله سورة الله مرفي الله كويس طيب معظم العلماء آسف بعض العلماء قالوا مرفي الله يعني بما أن مرفي دي بتشير إلى الشكل الخارجي لكن متأثرا باللي في الداخل فبعض الناس قالوا دي معناها أو بتشير للطبيعة الإلهية اللي في المسيح طيب ده طبعا هو بيحاول هنا يعني استخدم الكلمة مرفية وحاول يشوفها في اللغة اليونانية وحاول يرجع على ترجمة السبعينية واستخدمها في العهد الأديم وده لا نشوفه هنا ونوصل به إلى ماذا تعني النص كله لا يمكن تفسيره على أن المسيح كآدم النص كله فهذا لا يستقيم مع ما يقوله النص لا يستقيم وشخص المسيح هنا بالأخص عن اتضاعه وعن تمجيده لا يستقيم النص أنك تقرنه هنا بآدم أو أنك تصنع مقارنة أو تقول أن الرسول بوليس بيصنع مقارنة بينه وبين آدم هذا ما أكده بيتر أوبراين وده تفسير من يعتبر من أفضل التفسير لرسالة فليبي والتفسير دون موجود في سلسلة اسمها The New International Greek Testament Commentary وهو بياخد الكلمة كل كلمة بالنص بتاعها اليوناني وبيقدم لنا لها تفسير فهو ده واحد من التفسير الأكاديمية المعتمدة بيقول لنا إيه بقى أوبراين أوبراين هو بيحلل النظرية اللي بتقول إنه ده آدم قال لنا حاجة مهمة جدا قال لنا it's doubtful إنه مني شك إنه however whether the apostle intended to draw the Adam Christ parallel أتقول قال نحن نشك إنه يكون الرسول هنا رسول بوليس إنه بيحاول في إنه يرسم صورة للمقارنة ما بين آدم والمسيح قال إنه هذه النظرية هي موضوع نقد لغوي وتفسيري و theology أو لهوتي ولا توجد إجابات شافية للأسئلة المطروحة فالنظرية دي أساسا مرفوضة لإنه النص من النحية اللغوية ومن النحية أيضا التفسيرية ومن النحية اللهوتية ما نقدرش نقول إنه رسول بوليس بيحاول يرسم صورة يقارن فيها ما بين المسيح وآدم ده أوبراين بيقول كده بعد محل للنص ففكرة إنه المسيح كآدم صورة الله في النص دو لا تستقيم طيب لما نفهم التركيز بتاع الترنيمة دي ويس والترنيمة دي على فكرة بوليس اقتباسها زي ما بيقوله معظم العالماء فهي ترنيمة كانت ترنم في الكنيسة الأولى يعني لهوت المسيح وتجسد المسيح كان يرنم في الكنيسة الأولى قبل بوليس فليس بوليس هو المخترع للهوت المسيح وليس بوليس هو المخترع لتجسد المسيح وليس بوليس هو المؤسس للعقائد المسيحية كما يدعي الإخوة المسلمين ترنيمة هذه الترنيمة هم تو كريست أو كورمين كريستي باللاتيني هي فيها نقطتين أساسيتين وهم دول موضوع اللي عايز بوليس الرسول يعلم المؤمنين عنه وهو موضوع اتضاع المسيح وتمجيد المسيح اتضاع المسيح من أي إلى من أي حالة اتضاع المسيح يعني إيه الحالة اللي كان فيها المسيح والتضاع وبعد اتضاعه حالة التمجيد عشان كده في الاتضاع المسيح بنجده الذي إسكانه في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه أهو الإخلاق ده الاتضاع يعني يعني لما أقول أنه الملك يعني كان فيه على الفيسبوك من كام أسبوع أنه إزاي الملك عبد الله في الأردن لبس لبس شخص عادي وراح إلى وزارة الجوازات أو راح إلى هو هو حاول يشوف إلى أي مدى الإنسان العادي في الأردن بتتخلص الإجراءات بتاعته فليبس زيهم ونزل زيهم ده اسمه الإخلاق أنه ترك الأسر ونزل ترك المكان اللي كان فيه ترك الحرس اللي كان بيحرصه ترك الهالة اللي ماشي وراه ونزل كإنسان عادي فالإخلاق هو 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 الترك فهنتكلم عن الجزء ده لما نجيله يعني إيه المسيح أخلى نفسه أو هنا أو حتى الترجمة الصحيحة أنه المسيح صار لا شيء أنه nothing أخذن سورة عبد صائر في شيء بالناس وإذا وجد في الهيئة كإنسان وصل به الطاعة إلى الموت إلى الصليب وصل به الإخلاء إلى الصليب فدي حالة الإتضاع اللي بيكلمني عنها اللي بيكلمني عنها الترنيمة لكن كمان في حالة التمجيد لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكثب اسم يسوع كل رقبة من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب that's the exaltation حالة الهيوميليشن خلصت وتيجي بعدها حالة الexaltation التمجيد وده تلخيص لحياة المسيح حياة المسيح فيها المرحلتين دون الاتضاع بيبدأ بالتجسد الاتضاع بيكمل في أنه لم يكن له أين يسند رأسه الاتضاع في بيكمل في حياة المسيح إلى أن يصل به إلى الصليب أن يضع نفسه من أجل الخطاة ده حياة الاتضاع يبقى الاتضاع المسيح بيبدأ بالتجسد وبيكتمل بيصل إلى الزروة بيصل إلى القمة في الصليب عندما يضع نفسه من أجل الخطاة وبعدين تبدأ من بعد الصليب مرحلة بنسميها مرحلة التمجيد بتبدأ بالقيامة من بين الأموات وبالصعود وتكتمل في مجيء الثاني عندما تكث باسم يسوع كل رجبة من من في السماء ومن على الأرض ويعترف كل اللسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب يبقى ده تلخيص لحياة المسيح ترنيمة بتلخص لحياة المسيح طيب أجي إلى حس إن مورفي ثيو هوبركون إنه الذي إسكان في سورة الله خلي بالكم إنه إنه النص ما بيقولش أن المسيح سورة الله النص بيقول أن المسيح كان في سورة الله وده اللي حاول إنه يهرب منه الداعية إنه يتكلم بس عن سورة الله مورفي لكن ما حاولش إنه يفصل لنا يعني الذي إسكان في سورة الله يعني إيه الذي إسكان في سورة الله ماذا تعني كلمة مورفي أو سورة هل المقصود بيها المظهر الخارجي أو الطبيعة أو الجوهر أو الماجد ما هي الخلفية لعبارة سورة الله هل التعبير دوا يشير إلى لهوت والجوهر الإلهي قبل التجسد أم منه يتحدث عن لهوت وإنسانية يسوع الأرض مورفي وردت في العهد الجديد عدة مرات وردت ثلاث مرات في العهد الجديد مرتين في فليمبي سورة الله العبد سائر في شيء بالناس أخذ سورة عبد وزهرت مرة أخرى أيضا في إنجيل مرقص وأصحاح 16 لكنها وردت في ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية وردت ست مرات كويس ودي ست مرات قدام حضراتكم موجودة الست مرات اللي وردت فيها في العهد القديم في الترجمة السبعينية أربع مرات منها بنسميها في الأصفار القانونية يعني وردت مرة في سفر أيوب ومرة في أشعياء ومرة في سفر أيضا دانيال كويس وردت مرتين في سفر دانيال فبالتالي بيبقى عندنا أربع مرات لكن كمان وردت في حكمة سليمان وفي طبية وفي المكابيين طيب أجي هنا لجزء مهم وهو وردها في العهد الجديد وردها في العهد الجديد زي ما قلت في مرء الستاشر ومرتين جات في فليبي اتنين عدد ستة وفي فليبي اتنين عدد سبعة كويس الذي اسكان في سورة من الاستخدامات من الاستخدامات لكلمة مورفي بنعرف أن كلمة مورفي لا تعني فقط المظهر الخارجي لكنها أيضا تتحدث عن ما يعكسه المظهر الخارجي من طبيعة الشخص his attitude his inner his essence الجوهر بتاعه تظهر ما في داخل الشخص وهاجل الكلمة دي في القوميس ونكلم عنها لكن الذي اسكان في سورة الله ماذا تعني عبارة الذي اسكان في سورة الله هذه العبارة مهمة جدا لفهم النص كله وعلى اساسها وعلى اساسها يا إما تفسر النص صح يا إما تفسر النص غلط على اساس تفسير هذه العبارة يبنى تفسير بقية النص كله وعش كده مش هي بس مفتاح لفهم في لب 2 هي أيضا أساس لفهم معنى النص الكتابي كله في لب 2 من 6 إلى 11 الذي اسكان الذي إشارة إلى الرب يسوع فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع فعشان ما يبقاش ويعمل تكرار ويقول المسيح يسوع إس كان هنا بيقول لنا الذي يعني إشارة إلى المسيح اللينا لسه متكلم عنه ومتكلم عن الفكر الذي كان في حياته الذي إس كان إشارة إلى يسوع المسيح شخص المسيح كويس إس كان هو بوركون أو هو برخون يعني إس كان لماذا استخدم شي to be لماذا استخدم ش فعل الكينون المعروف ego me ليستخدم فعل أتأل منه من مجرد الفعل الكينون ليه يقول لنا إس كان إس كان هذه الكلمة تشير إلى الوجود the existence تشير إلى الحالة هنا it donates the continuous of previous state of existence يعني تشير إلى استمرار الحالة التي كان عليها الشخص يعني المسيح إس كان في سورة الله هو لم لم يفقد أنه سورة الله هو استمر كسورة الله لكنه أخذ طبيعة بشرية إنسانية إضافة إلى سورة الله ويس ده اللي مقصود أن المسيح لم لم يتوقف عن يكون ابن الله لم يتوقف على أن يكون هو الكلمة الأزلية بالتجسد المسيح ظل ابن الله المسيح ظل الابن الأزلي المسيح ظل بألوهيته لكن أخذ التحد بطبيعة إنسانية وعشان كده الفعل هنا فعل اللي استخدمه الرسول بوليس هو فعل يشير الاستمرارية فعل يشير الاستمرارية إنه أنا كنت المسيح على حالة واستمرت هذه الحالة ولم تتغير مع تغير الظروف لم يكف المسيح أن يكون الله المتجسد ولم يكف المسيح أن يكون الاله الذي يعلم كل شيء ولم يكف المسيح أن يكون الاله الذي بكلمة يحي وبكلمة يميد لم يكف المسيح عن ألوهيته ظل المسيح إله كامل كما أنه أيضا صار إنسان كامل وده سير التجسد كلمة أيضا to be to exist كمان وليام باركلي بيقول لنا أنه الفعل ده يشير إلى الشخص أو إلى هذا الذي في الشخص ويظل كما هو دون تغيير تحت ظروف يعني يعني يظل في الشخص دون تغيير تحت ظروف وعش كده ما ينفعش إن أنا أقرنه بآدم وما ينفعش إن أنا أعمل مقارنة بين المسيح في النص ده وبين آدم وما ينفعش أقول إنه على سورة الله تشير إلى إنه زي ما آدم كان على سورة الله الذي إسكانه في سورة الله هنا كمان يقول لنا يعني مازال الوجود والحالة مستمرة بالرغم من تغيير الظروف ما تغييرش وعش كده لما نيجي لمعنى كلمة أخلى أخلى ليس معناها أنه تخلى عن لهوته ونيجي للمعنى بتاعها لما نتكلم عن الجزء في الترجمة السبعانية الكلمة أو الفعل إسكانة ذكر أو منشن أكتر من يعني الفعل هوبركون ذكر أكتر من 150 مرة في الترجمة السبعانية ولي معاني معاني مختلفة كثيرة لكن يقول هنا Frequently هوبركون أبير as a plural participle with a sense of position يعني يعني الفعل دو بيأتي بمعنى الامتلاك الذي إسكان عنده حالة من الامتلاك إبوزيس what إبوزيس إبوزيس ديتي ديفينيتي إلوهية وعش كده في في تحليلنا للمرات اللي استخدم فيها كلمة هوبركون أو هوبركون المرات جات بمعاني مختلفة لكن منها منها to possess positions منها to be يعني الفعل يكون منها exist أنه يكون أو يعيش ويس فالمعاني دي لكن لكن حتى لو بصينا إلى الاستخدامات هنلاقي to possess أو positions الأزرق هنا استخدامات كتيرة أكتر من بقية المرات اللي استخدمت بمعاني وترجمت بمعاني أخرى أو ترجمة بمعنى is أو was ويس طيب لما نيجي in مورفي في في سورة الله يعني ايه في سورة الله الكلمة مورفي لا تشير إلى الشكل الخارجي بل إلى الطبيعة والصفات والجوهر في مجمل معناها في مجمل معناها تشير إلى الداخل والخارج فهي أزهر أو فهي إزهار بصورة واضحة جوهر الشيء هي تظهر بصورة واضحة جوهر الشيء وعش كده آه في كلمات كتيرة في كلمة icon في كلمة scheme دي كلها تعني appear زهرة صورة إلى آخر استخدمت مرات ومرات لكن أيضا هذه الكلمات مش بس هي يعني مترادفات لا في في ليها معاني كل كلمة ممكن تيجي تستخدم بمعنى مختلف عن الآخر مرفيه هي عكس الكلمة scheme والتي تتردد بشكل تترجم سوري بشكل أو واضح على أنها شكل أو مظهر فصورة كل إنسان هي أنه إنسان بشر ولكن هيئة الإنسان ممكن تتغير يعني أنا هيئتي كطفل غير هيئتي كشاب غير هيئتي كرجل عجوز وعيز لكن هي الإسنس بتاعي أو الجوهر بتاعي أو الشكل بتاعي إن أنا إنسان هذه الإنسانية لا تتغير مهما تغير الوقت والأحوال أنا إنسان سواء بيضيت أو سوديت كبرت أو صغير كنت ذكر أو أنسى أنا إنسان ده الأسنس بتاعي ده المرفيه بتاعي لكن المظهر بتاعي ممكن يختلف بحسب الوقت طيب عشو كده نرجع إلى Word Studies in the New Testament دراسة كلمات في العهد الجديد مارفين بنسند وهو قال لنا إنه عن عن مرفيه هذه الكلمات يقول لنا إنه الكلمة The Word is used in philosophical sense استخدمت في إطار فلسفي أو بمعودها الفلسفي للدلالة على ذلك التعبير عن الوجود الذي يحمل في حد ذاته الطبيعة والشخصية المميزة للكائنة الذي تنتمي إليه يعني لما كلمة مرفيه كلمة مرفيه استخدمت في الفلسفة اليونية القديمة كويس وهي وردت في كتابات هومر وولدت في كتابات أرستو ووردت في كتابات أفلاتون كويس هذه الكلمة هي تشير أو تعبير عن الوجود الذي يحمل في حد ذاته دلالات الشخصية المميزة للكائن مش بس المظهر فهي لا تشير إلى الشكل الخارجي وبالتالي يتم تحديده بشكل دائم مع تلك الطبيعة والشخصية يعني هي ما يعكس الطبيعة والشخصية كلمة مرفيه تقدم مش مظهر الخارجي في حد ذاته لكن تقدم المظهر الخارجي الذي يعكس أيضا ما في داخل الإنسان الجوهر الذي يميز الإنسان طبيعته صفاته وشكده ما ينفعش إن إحنا زي ما قلت إن إحنا نقول عليها إنها كآدم وده المصر عليه الدعية إنه في الفيديو رقم خمسة يقولينا لا إنه إنه المسيح كآدم سورة الله مرفيه يعني كآدم فهنسمع الفيديو رقم خمسة على كل حال في النهاية كأن بوليس يقول أن المسيح كان في مكانة عالية كما كان آدم ومع ذلك لم يحسب ولو خلسة أن يكون معادلا لله هذه كفكرة لم تخطر أبدا على بال المسيح ولو خلسة يعني سرقة أو اختلاسا هنا يقول ولكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس ما معنى هذا النصار يقولون هذا معنى التجسل أنا أقول أن هذا يعني أن بوليس يعتقد أن المسيح في مكانة أعلى من باقي البشر لأن باقي البشر خطى أما المسيح فقدوس لم يخطئ قط ما برضو ما حلتش مشكلة وأخلى نفسه يعني يعني اللي أنت بتقوله ده ما حلش ما قدمش التفسير للنص النص الفكرة الأساسية فيه هي الاتضاع هي الإخلاق يعني يعني إيه أخلى نفسه إذا كان هو في حالة آدم وبعدين متميز عن بقية الناس وبعدين مهزال متميز عن بقية الناس عاش المسيح على الأرض دون أن يفعل خطية عاش المسيح كدوس لم يكن في فمي غش وعش كده الفيديو الرقم 6 بيأكد فيه نفس الحقيقة وكأنه يعني هي دي المعنى الصحيح ومصر على نفس المعنى نسمع الفيديو رقم 6 مثله مثل آدم قبل أن يقع في المعصية ويأكل من الشجرة المحرمة وبالرغم من أن المسيح في هذه المكانة العالية المقدسة مثله مثل آدم قبل الخطية إلا أنه صار شبه الناس الخطاء الذين هم عبيد تحت سلطان النموس عبيد للخطية وعبيد للنموس وفق تصور بوليس يعني هو بلا خطية بس هو عايش تحت النموس مع الناس الخطاء هو ده التنازل ده بحسب تصور بوليس بوليس ده يعني مجننهم عامل لهم أزعرينا طيب نيجي إلى ما يقوله أيضا ميرفين فينسين يقول لنا مور في صورة إشارة إلى الطبيعة وصفات بمعنى أنهم بيشير إلى الطبيعة وصفات الإلهية في ظهورها بيقدمه يعني الطبيعة الإلهية بتظهر وطبارهن في كلمة مور في صورة الله تتناقض مع صورة العبد لما يقول لنا رسول بوليس أنه المسيح مور في ثيو وبعدين يقول لنا مور في دولوس يعني صورة صورة الله وصورة عبد وزي ما المسيح كان صورة الله هذا essence attributes عنده الجوهر والصفات الإلهية أيضا عاش كإنسان في صورة عبد وحياته على الأرض أظهرت أيضا إنسانيته فمش بيكلم عن المظهر الخارجي ده بيكلم عن الجوهر مظهر المسيح في جوهره وصفاته كعبد نيجي هنا إلى تفسير يعتبر أيضا من أفضل التفسير خلال المئة سنة هو تفسير قديم بقاله مئة سنة لكنه معروف جدا هذا التفسير بين العلماء سواء المحافظين أو غير المحافظين لهوتي إنجليزي اسمه لايتفوت وتفسير جريك نيو تسمنت سان بول إباسل إن دافليبين بيقلينا إيبا بيقلينا إنه مورفي هو درس كلمة مورفي في الكتابات الكلاسيكية اليونانية القديمة وصل إلى إنه كلمة مورفي implies not the external accident but the essential attribute مش بتزهر الشكل الخارجي أو المظهر الخارجي لكن كمان بتزهر الessential attribute الصفات الجوهرية the light food بيقول كده زي ما أوبراين أيضا أكد لنا نفس الجوز في تفسيرهم شوفوا بقى هنا أوبراين وصل إلى أيضا بعد تحليله لكلمة مورفي ثيو وصل إلى to conclude إنه في الخاتمة بتاع تحليله إنه مورفي refer to that form which truly and fully express the being which underline it إنه كلمة مورفي بالحق تظهر أو تعكس طبيعة أو الشخص اللي بتقدمه الصورة وعشالكده يقولينا the best phrase in Morphithio is best interpreted against the background of the glory of God يعني أفضل حاجة إنه نفسر كلمة صورة الله بدراستنا بفهمنا للخلفية عن مجد الله يعني إيه المسيح صورة الله يعني المسيح هو نعكاس لمجد الله من رأاني فقد رأى الآب وعشالكده بيقول the background of the glory of God the shining light in which according to the Old Testament and intertestamental literature اللي أكده العهد الجديد واللي أكده أيضا كتابات ما بين العهدين God was pictured خليني خليني أحط اللي قاله أوبراين هنا قدام حضراتكم اللي عبرتين دول قالنا إيه يشير مورفي إلى ذلك الشكل الذي يعبر حقا وكاملا عن الكائن الذي يشير إليه من الأفضل تفسير العبارة إن مورفي ثيو اللي هي على سورة الله الذي كان في سورة الله على خلفية مجد الله ذلك الضوء الصاطع الذي وفقا للعهد القديم وكتابات ما بين العهدين لا يشير التعبير ببساطة إلى المظهر الخارجي لكنه يصور المسيح الموجود مسبقا على أنه لبس ثياب الجلال الإلهية والبهاء بهاء مجده ورسم جوهره وعش كده ده يتوافق مع مع ما قاله الرب يسوع بنفسه في يحنى سبعتاشر ويحنى سبعتاشر هي الصلاة الربانية اللي سجلها لنا الرسول يحنى الحبيب ورفع كان الرب يسوع بيصليها في يحنى سبعتاشر وفي عدد خمسة يقول إيه يقول والآن مجدني أنت أيها الآب بالمجد أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم أيها الآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم وهنا نقدر نفسر في سورة الله أنه أخلى نفسه أخلى نفسه ترك مجده الذي إسكان في سورة الله هو نفس طبيعة الله نفس جوهر الله هو الابن الأقنوم الثاني هو الكلمة الأزلي الذي مع الآب منذ الأزل لكنه أخلى نفسه وحتى هنا بيقول أنه مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم وبعدين يجي في عدد 24 يقول أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم رب يسوع بيكلم عن أنه ترك المجد الذي إسكان في سورة الله لكنه أخلى نفسه هنا يأتي معنا الإخلاق وعش كده في العبرانيين يقول لنا رسالة العبرانيين الذي هو أيضا بهاء مجدي شوفوا شوفوا كلمنا زي في رسالة العبرانيين وفي الأصحاح الأول والأعداد الأولى قال لنا أنا طلع حضراتكم يقول لي الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في مين في ابنه مين هو هذا الابن الذي هو سورة الله الذي إسكان في سورة الله الذي هنا بقى بيفسرها الذي جعله ورثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الخالق العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في أمين العظم في الأعالي صائرا أعظم من الملئكة بمقدار مورثة اسما أفضل منهم كلم هنا أيضا عن يسوع المسيح بعدما صنع تطهيرا بخطيانا أخلى نفسه جلس عن يمين العظم في الأعالي نص ما لهوش علاقة بآدم ولا يمكن أن يقارن هنا رسول بوليس بين آدم وبين المسيح في نصوص أخرى بيقارن بين آدم والمسيح بس مش هنا لكن هنا بتكلم عن الإخلاق الإخلاق إلى أي مدى أحبنا الله إلى الدرجة التي فيها أخلى نفسه إلى الدرجة التي فيها ترك مجده وبهاءه إلى الدرجة التي فيها صار إنسانا إلى الدرجة التي فيها عاش بيننا إلى الدرجة التي فيها لمسناه ورأيناه إلى الدرجة التي فيها قطاع حتى الموت موت الصليب مش ممكن حضرتك تقدر تفهم ده كله إلا إذا الروح الكدس فعلا عمل في قلبك وقتها تعرف إلى أي مدى المسيح أحبك ومازال يحبك ومازال يريد خلاصك إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم